جمود سياسي يخيم على كل من بغداد وأربيل وسط ترقب الأوساط السياسية وشعبية في العراق عقد المحكمة العليا جلستها يوم الأربعاء والمخصصة للنظر في دعوة مرفوعة أمامها بشأن حل مجلس النواب وذلك بتهمة الأخفاق بانتخاب رئيس الجمهورية وتجاوزه المدد الدستورية لتشكيل الحكومة الجديدة بعد الانتخابات التشعية التي شهدت البلاد في تشهين الأول الماضي ودخلت الأزمة السياسية المتفاقمة أصلا في العراق مرحلة جديدة بعدما أعلنت حالف الإطار التنسيقي يوم الجمعة الماضي البدء باعتصام مفتوح لأنصاره عند أحدى بوابات المنطقة الخضراء وسط بغداد في موازاة اعتصام أنصار التيار الصدري داخل المنطقة وأصدت تعارض المصالح والمطالب بين الطرفين الأمر الذي ينظر بتدعيات خطيرة قد تدخل البلاد في دوامة المواجهة لأسيما في ظل إصرار التيار الصدري على حل البرلمان وتحديد موعد لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة مراقبون يقولون أن صدر يرى أن تشكيل حكومة يديرها تلاف دولة القانون بزعامة نور المالكي سيؤدي إلى تهديد وجوده وهو الأمر نفسه الذي يرى تلاف دولة القانون فيما لو شكلت حكومة يقودها التيار الصدري ويزداد القرار المرتقب من المحكمة العليا بشان دعوة حل البرلمان أهمية بعدما رفض مجلس القضاء طلب صدر حل البرلمان مؤكدا أنه لا يمتلك صلاحية تجيز له التدخل في أمور السلطتين التشريعية أو التنفيذية بحسب قوله وعلى الأرض لجأ طرفاء صراع من الصدر والإطار إلى الشارع وسط مخاوف من الاستدام ويقول متابعون للشان العراقي إن صناع النفوذ الدائر في العراق ومحاولات السيطرة على مقاليد البلاد لا يمكن أن تخفيها شعارات التي ترفع ولسيما بشان تحسين الخدمات والقضاء على الفساد كما أن هذه الشعارات لا يمكن أن تتحقق بالأدوات التي أوصلت البلاد إلى هذا الحال لتبقى أبواب الاحتمالات مفتوحة وسط امتلاك كلا الطرفين ترسانة أسلحة وميليشيات متنفذة تزيد من احتمالات الصدام بين الطرفين ترجمة نانسي قنقر